القيامة بالنسبة للمسيحية هي أساس كمان الكرازة والإيمان بولس الرسول بيقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطل كرازتنا وباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاياكم وبعدين يقول وإلا فالذين رقدوا في المسيح يسوع قد هلكوا لكن الحقيقة إيه الحقيقة إن قيامة يسوع بكورة والذين للمسيح هم فيما جئوا وخلينا أسأل حضرتك سؤال بولس نفسه سأل السؤال ده هو قال فلماذا نخاطر كل ساعة لو ما فيش القيامة دي لو قيامة يسوع مش قيامتنا لماذا نخاطر قال بنفس الصحاح بعد إذنك قسيس في كورنتس يقول لخمسة عشر لو لم يكن المسيح قد قام فإذا كل اللي بنعمله على الفاضي أصلا وجودنا إسحنا على الهواء على الهواء دلوقتي كمان فاضي فمش بس يعني إيماننا باطل وكرازتنا باطلة وإذا بعدنا أموات بالخطية ومعناش رجاء في القيامة وهكذا يعني أمور ففيه عوائد وفيه يعني طبعا حضرتك مش بتخدم الرب في أماكن ملتهبة وتعرضت بالموت أكيد وإيه لي خليك تتعرض للموت محبت للرب يسوع المسيح وإيمانك في هذه القيامة أنه بحي فعلا الموت بالنسبة لك إيه انتقال لحظة بكون مع الرب يسوع في المسيح وإيه اللي خلى واحد زي بولس الرسول يقول من أجلك نمات كل نهار وإيه اللي خلاه يختبر حاجات يقول عنها ميتات كثيرة إلا بإيمانه في القيامة في نصرة القيامة في حياة القيامة في مجد القيامة اشتركوا في القناة